لأي نادي أوروبي حتى الآن 19 مليون يورو للنادي الواحد إمام عشور لما انتقل للنادي الأهلي للكل الشكك في قدراته وفي ولاءه وحبه للنادي الأهلي أين هؤلاء الإعلاميين المرتزقة أين أنتم الآن صحف العالم حاليا وفي هذا التوقيت تتحدث عن ابن النادي الأهلي إمام عشور أهلا وسهلا بحضرتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد معاكم أحمد محمد من كورة وبس حلقة النهاردة هنتكلم فيها بالتأكيد عن كل شيء يخص أخبار النادي الأهلي وحقيقة العروض المقدمة لابن النادي الأهلي إمام عشور وقصة رحيله عن الأهلي لكن في البداية يا صديقي ما تنساش أول حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحاببنا ونبينا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تنساش تدعي لإخواتنا في فلسطين ربنا يسبتهم ويصبرهم ولو أهلاوي أصيل ادعم الفيديو باللايك الجميل وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك أهم أخبار النادي الأهلي أول بأول ويلا بينا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم 19 مليون يورو هي قيمة إمام عشور اللي حدتها النادي الأهلي لأي نادي أوروبي يريد التعاقد مع إمام عشور عروض الاحتراف تهدد بقاء إمام عشور في الأهلي إليكم تفاصيل الخبر بالكامل طبعا كلنا عارفين الأستاذ فرج عامر رئيس نادي سموحة وطبعا كلكم عارفين أي تصريح بيقوله بيحصل ولو مش مصدق كلامي راجح تصريحات الأستاذ فرج عامر كلها وانت هتعرف أن أي حاجة بيقولها بتبقى حقيقة الأستاذ فرج عامر قال إن إمام عشور نجم الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي مطلوب في عدة أندية من الأندية الأوروبية رقم واحد ليفربول اتنين ريال مدريد تلاتة بارشلونة أربعة انتر ميلا خمسة بايرن ميونيخ ستة منشستر سيتي سبعة اتحاد جدة السعودي العرض المقدم من نادي ليفربول الإنجليزي سبعة مليون يورو ريال مدريد مقدم ستة مليون يورو بارشلونة ستة ونص مليون يورو انتر ميلا خمسة مليون يورو بايرن ميونيخ أربعة ونص مليون يورو منشستر سيتي سبعة مليون يورو بينما اتحاد جدة السعودي العرض الأقوى حاليا وهو حداشر مليون يورو دو كلها عروض لإمام عشور بالأرقام الأستاذ فرج عامر كتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك الصحافة الأسبانية أكدت أن إمام عشور لن يستمر طويلا في النادي الأهلي لأن الأهل لن يصمد أمام عروض أهم أندية أوروبا مثل ريال مدريد أو برشلونة أو منشستر سيتي أو انتر ميلان أو بايرن ميونيخ الألماني وكل هذه الأندية قد تقدم عروض قوية بعضا منها يقدم عروض لشراء إمام عشور ولن يقل أي عرض المطلوب من تجاه النادي الأهلي لهذه الأندية عن تسعتاشر مليون يورو فهو رقم كبير جدا وهذا الرقم لن يصمد أمامه النادي الأهلي وتابع وأكد أن إمام عشور أثبت أنه هو لاعب داهية ومن أقوى اللاعبين الموجودة في مصر وإفريقيا حاليا في نصف الملعب ومن أفضل من يلعب في مركز تمانية في الوقت الحالي مقارنة بنجوم أوروبا في هذا المركز كما أنه من أفضل من يرى الملعب ويجيد التمريرات الطويلة ده مين يا جماعة ده إمام عشور إمام عشور يا حضرات إمام عشور اللي كان الكل يطلع يقطع في إمام عشور ويشكك في قدرات إمام عشور كان كل الإعلام والإعلام اللي اسمه الكابتن أسامة أبو حسن أو أسامة حسن المفروض ده كان لعيب كرة في يوم من الأيام اللي هو أقسم بالله ولا يعرف حاجة عن الإعلام ولا تحليل كرة القدم شغلته بس أن يهاجم النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي أسامة حسن اللي لما كان إمام في الزمالك قال عليه أن إمام عشور أفضل خط وسط في مصر وإفريقيا ولما راح الأهلي قال إن إمام عشور مش مبسوط في الأهلي ومش هيدي للأهلي وإنه عاوز يمشي ده مين؟ ده إمام عشور يا جماعة يا جماعة ده إمام عشور اللي مش مبسوط تخيلوا إمام عشور مش مبسوط وبيعمل كده إما لو إمام عشور ده كان سعيد بقى كان عمل إيه؟ كان قسر الدنيا؟ إمام عشور اللي كل الناس شككت في ولائه وحبه وانتماؤه للنادي الأهلي ده مين؟ ده إمام عشور يطلع واحد زي أسامة حسن كان بيقطع في فروته كان بيقطع فروة إمام عشور لما لعب أول مباراتين مع النادي الأهلي وما كانش في أفضل حاجة أنا طلعت وقلت يا جماعة إمام عشور لاعب كبير وكمية الضغوطات اللي عليه من قبل جماهير الأهلي والزمالك لازم يبقى هي كتا ولازم اللاعب يتأثر ومع الوقت إمام عشور هينسى وهيطأقلم وهيقسر الدنيا مع النادي الأهلي وده اللي احنا شفناه مع الأهلي في كاس عالم للأندية واللي شفناه مع منتخب مصر ده إمام عشور اللي كل أندية العالم دلوقت عايزة تتحاقد معاه وإني كان فيه وفدي من برشلونة كان بيتابع مباريات منتخب مصر ده مين؟ إمام عشور في النهاية صديقي في نهاية حلقتنا أنا من وجهة نظري أتمنى أن إمام عشور ما يرحلش عن النادي الأهلي في هذا التوقيت بالذات ده لأنه أصبح لاعب مهم جدا في تشكيلة النادي الأهلي وفي تشكيلة وخطة مارسل كولر ولو حضرتك كمشاهد تحب أن إمام عشور يرخل تختار أي نادي من اللي قلنا عليهم دول لإمام عشور بينتقل ليهم أنا من وجهة نظري لو الأندية دي فعلا مقدمة عروض زي الأستاذ فرج عام المقال أتمنى أن إمام عشور ينتقل إلى ريال مدريد سؤال الحلقة هل تؤيد رحيل إمام عشور عن النادي الأهلي ولا لا مستنى رأيكم في التعليقات ويريد تقول لي من وجهة نظرك بما يرضي الله هل إمام عشور رحيله عن النادي الأهلي هيأثر ولا مش هيأثر في نهاية الحلقة أسف إن طولت على حضرتك الحلقة ويريد لو عجبك الفيديو يريد تدعمنا باللايك للفيديو يا صديقي وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك أهم أخبار النادي الأهلي أول بأول بشكرك يا صديقي إن انت كملت معايا الفيديو للنهاية أشوفك على خير فحلقة جديدة مع السلامة